والأزهر يرد على تحريف تصريحات الشيخ أحمد الطيب حول تعدد الزوجات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بحضراتكم في قناتكم ميديا مصر يريد ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة شكرا لكم رد المركز الإعلامي الأزهرية الشريف على الجدل الواضع الذي أصارته وسائل الإعلام حول تصريحات شيخ الأزهر أحمد الطيب حول تعدد الزوجات وأكدت أزهر في بيان له أنه تابع ما أثارته بعد المواقع الإكترونية وشبكات التواصل الإعلامي حول حلقة الجمعة من برنامج حديث شيخ الأزهر المذاع على الفضائية المصرية وما تضمنته الحلقة من حديث حول مسألة تعدد الزوجات وشدد المركز على أن الإمام الأكبر لم يتطرق مطلقا إلى تحريم أو حظرة تعدد الزوجات بل سبق له أن قال خلال كلمته أمام مؤتمر الإفتاء العالمي في 17 أكتوبر 2016 أبادر بالقول أنني لا أدعو إلى التشريعات تلغي حق التعدد بل أرفض أي تشريع يصدم أو يهدم تشريعات القرآن الكريم أو السنة المطهرة أو يمسها من قريب أو بعيد وذلك كي أقطع الطريق على المزايدين والمتصيدين كلمة هنا أو هناك يقطعونها عن سياقها ليتربحوا بها ويتكسبوا من ورائها وأوضح المركز أن حديث شيخ الأزهر أنصب خلال حلقة أمس الجمعة على فوضى التعدد وتفسير الآية الكريمة المتعلقة بالموضوع وكيف أنها تقيد هذا التعدد بالعدل بين الزوجات كما رد على الذين يعتبرون أن تعدد الزوجات هو الأصل وكانت مواقع الإلكترونية حرفت بالأمس الجمعة تصريحات شيخ الأزهر حول حكم تعدد الزوجات وأشارت إلى أن شيخ الأزهر صرح بأن التعدد فيه ظلم للمرأة وأن الأصل في الإسلام هو زوجة واحدة المصدر وكالات